موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يمكن أن يتأكد من حد مفتي أو مواقع الإفتاء على النت يقدر يسأل و يتأكد من الحرمانية أو الحرمانية لأن دينينا الناس ترجع تهاجمنا و تقول لي أنت مشيخ أو متوسع في هذا الموضوع ولكن دعنا متفقين واحد الشركة شركة فردية مساهمة و ليست شركة انترناشنال مع ترخيص بتاعها في الإمارات إنها شركة فردية كأن واحد عنده مثلا محل مجوهرات موجود في الإمارات فهو فرد واحد اللي قام بعمل الشركة في الإمارات فهي مسجلك في الإمارات كشركة فردية مساهمة مش شركة دولية أو شركة ملت ناشنال أو متعددة الجنسيات فهي شركة فردية و قائمة على ملكها شخص واحد هذا الشخص ان توفى لقدر الله غدا لصحبة الشركة الأوكرانية دي كل حاجة بالنسبة لكم يعني خلاص يعني صحبة الشركة دي هي لكل حاجة مستجل باسمها وهي المفروض أن العمل قائم بها دي حاجة الحاجة الثانية هل أنا ينفع أن أنا ما استثمرش في جولدنوي ينفع طب أنت لا أستثمرش والشركة كميل السنة كمان طب ما السنة دي أنا كنت أقول بها بالأرباح بعدها عن حلال أو حرام يبقى أنت كده يعني الشركة بعد ثلاث سنين وأنت أنا مشيت ولا رأيك فأنا ما استفدتش السنة دي يبقى أنا كده خسرت بسبب كلامك يعني الناس هتقول لي تكل حاجة بتسودها وبتقول إن كده بلاش وبلاش مخاطرة الشركة بقى ثلاث سنين فهل ممكن تكمل سنة تاني آه ممكن بس سنة يعني إحنا بنتكلم في سنة في شهور ممكن قبل ستة شهور مثلا تلاقيها وقفت ليه؟ لأن النظام زي ما قلنا كل حاجة فيها مش قائم على بيزنس موديل فعلي هو قائم على تسويق شبكي قائم على إنه بيقول إنه شغال في الدهب ولكن فعليا هو مش شغال في الدهب ما عندوش مناجم دهب بيصنع بها فرنس آآ من دنوب أفريقي أو كلام ده كله كلام فاضي فهو فعليا أنت مش هتقدر إنك أنت تعتمد عليه كمصدر دخل دائم تقدر إنك تحقق منه أرباح وفي نفس الوقت لو أنت خايف إنك أنت تخسر فرصة الاستثمار فيه فأنت استثمر فيه على المدى القصير يعني إيه؟ يعني أخرك معهم ستة شهور مثلا يعني أنا متوقع إنه يكون أخرك معهم ستة شهور تلس شهور يبقى ده المدى بتاعك ومبلغ إنت قادر إنك أنت تخسره مش إنك أنت يكون حاجة حتى يعني هتروح عشان خطر تعتمد عليها تاني الشركة مش مستقرة لا تدرك تحت بند الشركات المستقرة للبيزنس موديل هي ما عندهاش بيزنس موديل تقدر تقول إنها شركة مستقرة هتفضل قائمة أو دائما عشان تقدر إنك تقول أنا هستثمر فيها مدى الحياة واللي يقول لك كده يبقى بيجدب عليك وعايز اللبسك في الحيط ما فيش شركة هتستمر المدى الحياة إذا كنت إنت هتعيش مدى الحياة فالشركة هتستمر المدى الحياة ومدى الحياة ده نسبي يعني إنت مدى الحياة إنت ممكن تعيش 30 سنة يبقى مدى الحياة بالنسبالك 30 سنة فمحد تخلوش حدا تلاعب معكم بالألفاظ عشان خاطر إنه هو يطمنك أو يقول لك خش الشركة دي مضمونة وممكن في خمس سنين تبقى مليونير وممكن في خمس سنين تبقى بتا هو بيقول لك الإمكانية الفرصة بيحكي لك فرصة ما بين آه أو لا مش مؤكدة مش أكيد مش يعني 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 يموت الملكة يموت الحمار يموت الجوحة فعقلانيا جولدنوي شركة استثمارية يمكن تحقيق الربح منها غير مستقرة وغير آمنة بنسبة 100% ولكنها ممكن تحقيق الربح منها لفترة محددة اللي هو ممكن ثلاث شهور ست شهور سنة بالكتير ويبقى تاخد فلوسك وتخلع لكن كنت تفضل حطت فلوسك فيها وتستمر في الاستثمار فيها فهذا غير آه يعني مش هقول لك عقلاني لكن هذا غير آه نافع بالنسبة لك يبقى شركة جولدنوي شركة استثمارية غير مستقرة بسبب البزنس موديل بتاعها إنها هي شركة فردية من شركة مساهمة او شركة انترناشنال او مالتي انترناشنال او بقوة شركات تاني كتير نظر زي الرجل اسست دي بتاع الدهب برضو في شركات تانية كتير لها دهب برضو وبسببها ما بتعملش اللي بتعمله جولدنوي يعني هي بتبيع دهب مالهاش داعه بقى ما بتجيبش ناس ونستحتي ناس الكلام ده كله فاحنا خلينا مركزين في الكلام اللي بقوله لحضراتكم الشركة غير مستقرة ولكن يمكن تحقيق الربح منها والدليل ان هي بقى لها اكتر من 3 سنين ممكن تكمل معنا كمان سنة ممكن تكمل معنا كم شهر ولكن قابلة في اي وقت انها تقفل هتقول لي هي 3 سنين مش فترة كافية انها تدل على انها هتكمل لا مش فترة كافية كان في مواقع كتير جدا استثمارية كانت شغالة ان هي بقى لها 3 سنين واكتر من 3 سنين كان بتدفع وبعد كده توقفت فضبان ان شركة تستمر لا مش هتستمر ضبان ان كنت تتخط فلوسك بمبلغ كبير او تخش بكل ما تملك وتخط فيه لا مش هينفع فاذا اردت انك انت تستثمر في هذه الشركة استثمر فيها على اساس انها فرصة مؤقتة وليست دائما وبمبلغ تتحمل خسارته انا مش بعمل طبعا احالات لجولدنوي وي مش بحط الرابط بتاعها انا بتكلم على تقييم الشركة بما يرضي اللي يعني انا لما استفيد من حاجة من جولدنوي ان انا مسلا اقول انها شركة سجله فيها ولما استفيد حاجة ان اقول جولدنوي دي شركة نصابة خلوا بالكم منها هي القصة كلها ان انا مقدرش اقول عليها نصابة لانها هي فعلا ما عنداش يعني الرأي اللي شفته هو عندهم حق هي الشركة ما عنداش بيزنس موديل بس مالها ثلاث سنين كان ممكن تشتغل سنتين تشتغل اقل اكتر وكانت تخلع لكن هي شغلة بقالها فترة فهل هتستمر او لا دفع الملغيب فانا بصنفها كشركة غير مستقرة لان البيزنس موديل بتاعها ضعيف فاللي حابب انه هو يشترك فيها اللي عنده اي تخوف ديني او تخوف انه حلل او حرام ان في ناس كتير قادر انه لو هتستثمر الدهب لازم ان يكون الدهب ده في ايدك طالما اشتريت بضع لازم تكون في ايدك وفي يعني في حاجات كتير جدا انا مش عايز اخوط فيها تقدر انكم تحصروا عنها عن طريق الاخوة اللي هم المختصين بالفتوى على مواقع الويب او الاخوة المشايخ في دولتكم ايا كانت الدولة اللي حضرتك منها فتاني المشروع ممكن الربح منه ولكنه غير مستقر ممكن في اي لحظة يقفل فاستثمر الفلوس اللي انت تتحمى خساراته اشوفكم ان شاء الله حلق جديد والسلام عليكم ورحمة الله